لذلك الشيخ بعض الرعاة يقول نأخذ شرطي عمل المرأة وما ذكرتم أنه الحاجة وعدم الاختراض من قول الله جل وعلا في قصة مرور موسى بمدين قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير هل هذا الاستنباع الصحيح؟ له وجه من ناحية أنهن ضعيفات ولا يستطعنا مدافعة الأقوية ومن ناحية أيضا الاحتشام وأنهن يحتفظن بحشمتهن فله وجه من الآية الكريمة لكن أصرح منه جاءت وإحداهما تمشي على استحياء هذا أصرح لأن المرأة مع الرجل تكون على استحياء وخشية من الفتنة ومتحجبة وتكون أيضا غير مخالطة أو مماثة للرجل الأجنبي